الأهلي فرحة يا بخت من كان الأهلي فريقه جمهور مستحيل يمر عليه موسم من غير بطولة صعب ينافس في بطولة وما يكسبهاش جمهور بيشجع فريق بيعتبر أو بيعتبر هو الجمهور أن المركز الثاني ده هزيمة ما بيرضاش إلا بمنصات التتويج والأجمل من ثقة الجمهور دي هي أن النادي مش بيخزله علاقة فيها ثقة متبادلة لها جزور عشان كده الأهلي هو بيحاق مبارح اللقب الاثناشر من دوري أبطال أفريقيا وبيحكم بأحكامه وسلطانه على قارة كاملة فهو مش بيكسب مكسب عادي الأهلي في السنين الأخيرة ومع الجيل الحالي بقى عبارة عن موسوعة أرقام قياسية متحركة الأهلي مش بيكسب الأهلي بيكتب تاريخ بيحط علامات بيعجز أي منافس ليه أنه يحلم يوصل لها الأهلي بيصعب المهمة بتاعت المنافسين بتوعه الأرقام القياسية اللي بيحاقها الجيل الحالي من نجوم الفريق بتبعد المسافة بين البطل والوصيف يعني الأهلي وصل بألقابه لاثناشر لقب واللي بعده سواء كان الزمالك أو مازنبي ما عندهمش إلا خمس بطولات الأهلي حق بطولة دوري الأبطال وهو في شبكته هدف وحيد وبقى أول فريق في تاريخ دوري أبطال أفريقيا يحافظ على نظافة شباكه في عشر مطشات متتالية ويلعب 22 مباراة متتالية بدون هزيمة الأهلي فيه لاعب واحد واخدوا البطولة ست مرات وهو رمي ربيعة اللي كسر أرقام واق الجمعة وحسام عشور نجوم الأهلي برضو وما فيش لعيف القرى عنده الرقم ده غير في الأهلي الأهلي بينفس نفسه بأول فريق في التاريخ ياخد دوري أبطال أفريقيا أربع مرات في خمس سنين الأهلي اللي كسر عقدة كورة شمال أفريقيا ومبارح كان خامس فوز من آخر ست مطشات ضد التاريخ أي حد اسمه بيرتبط بالأهلي بيدخل التاريخ فتلاقي مارس الكولر في موسمين بس بيحفر اسمه في قائمة العظماء في أفريقيا ويحقق لقب الكأس مرتين وراء بعض وتلاقي مصطفى شبير الحارس البديل اللي بياخد الفرصة بعد إصابة محمد الشناوي هو بطل المشهد ويحقق تسع مطشات من غير ما يدخل في جول واحد الأهلي خلص على المنافسة جوه القارة وعينه على منافسة ريال مدريد على لقب الأكثر تتويجا بالبطولات القرية وفاضل قدام الأهلي ثلاث بطولات وإيه الحق ريال مدريد لأنه الأهلي معاه 26 لقب وريال مدريد معاه 29 بطولة رغم أن ريال مدريد فارق عن الأهلي ب20 سنة في البطولات القرية يعني الأهلي أول مشاركة ليه في دوري أبطال أفريقيا كان سنة 76 في حين أن أول مشاركة لريال مدريد في دوري أبطال أوروبا كان سنة 56 كل حاجة في الأهلي بتكتب تاريخ من أول رئيس النادي الأسطورة محمود الخطيب الكاس دي هي الرابعة تحت رئاسته للنادي وصاحب البصمة الواضحة في بطولات الأهلي الاثناشر سواء لاعب أو عضو مجلس إدارة أو نائب رئيس أو رئيس للنادي نرجع ونقول الأهلي فرحة الأهلي مؤسسة لها نظام منظومة لها قواعد مكاسب الأهلي مش صدفة مكاسب الأهلي استحقاق استحقاق بيقول أن لكل مجتهد نصيب والأهلي ليه من كل البطولات نصيب الأسد ألف ألف مبروك للأهلي لأفل دستة البطولات من دوري أبطال أفريقيا وألف ألف مبروك لمصر اللي رصدها من كل البطولات الأفريقية للأندية لإيه؟ 44 بطولة منهم 26 بطولة في دولاب النادي الأهلي الوحد و14 بطولة في نادي زمالك وتلت كؤوس في رصيد المقاولين العرب ولقب وحيد لدرويش الكورة المصرية اللي فتحوا الباب للأندية المصرية بأول لقب من دوري الأبطال سنة 1969